حقهم طبعاً يعني ومين ممكن يكون غير الدوري الإنجليزي الأعلى في قصة الإنفاق على الصفقات تكلم على أكبر قوة اقتصادية كروية موجودة داخل إنجلتر مع كامل احترامي الأسبانيا وألمانيا وإيطاليا وحتى فرنسا مفيش عناحي الاقتصادية سياك من ناحية الفنية هو برضو يظل الدوري الأقوى على مستوى العالم لكن على مستوى الإمكانيات وعلى مستوى الطفرة والنقلة نوعية اللي حصلت على مستوى الأرقام والمبالغ والأوجه الإنفاق والعائدات مفيش حتى ممكن على وجه كل أرضية القرن بإنجلترا تكلم على مسابقة وبطولة متشافة في كل حتى في الأرض والأندية الإنجليزية النهاردة يمكن تكون أو الأندية الكبيرة يعني في إنجلترا بكلم على سيتي بكلم على اليونيتد بكلم على تشيلسي بكلم على ليفربول بكلم على حتى توتنهام كل دي أندية عندها جماهير في كل مكان في الأرض والخصة على فكرة في النهاية مش مرتبطة كمان بقدرات قصدية يعني ما تيجي تتكلم عن نادي الأهلي كويس أن كلام خدنا في القصة دي تيجي تتكلم عن نادي الأهلي وتشوف حجم الإنفاق في المركات والحالي عشان الناس بس اللي بتقول يعني طبعا أنا بابقى فاهم يمكن الجمهور أو جزء الجمهور ما يبقاش فاهم المغزة أو المعنى وراء الكلام ده بس أنا فاهم هي فكرة أنه محاولة أنك أنت تمشي عكس الطيار أو محاولة أنك أنت تستفز جمهورنا دي الأهلي فايرد عليك لكن قصة اللي بتتقالف لي وأنه الأهلي اللي بيسرف الفلوس دي كلها وإزاي بقى فيه عنده الدولارات دي كلها طبعا دي ناس يا إما مش عارفة جهلة يعني يا إما عارفة بس بتستهبت الأهلي بدايةا يمكن يكون من أقل لأندية أفريقيا انفاقا على مستوى موسم الانتقالات الحالي هتقول لي يا إزاي ده ده جايب إمام مش عارف بكامه جايب رضب كام وصفقة المهاجم اللي ممكن تكون هتكلف كام الأهلي صرف ملايين الأهلي صرف ست صفار دولار هقول لك أنه لا الأهلي ما تكلفش بالعكس أنت لما تيجي تبص على نشاط كورت القدم على فرقة كورت القدم في نادي الأهلي وتشوف حجم الموارد الملايين اللي هي حقيتها في الموسم الأخير فقط وشهقول لك في التلات أربعة مواسم بتشارك في كاسعالم وبتوصل نهائي دوري أبطال وصلت نهائي فص ببطولة بتاخد رقم حتى لو قد دولار نسخة اللي انت مكسبتش فيها الوداد برضو خدت رقم بتلعب بعدها سوبر بتفوصل فيه بتاخد رقم بتشارك في كاسع العالم بتحقق الرقم كل ده مرضود مالي سيبك بقى من السنين أنا بكلمك في آخر موسم ده بس تعال نشوف حجم موارد الندي الأهلي الدولارية هتجد أنها تتخطأ بمراحل إن لم يكن على قلة أدير ضعف أو ضعفين حجم ما تم إنفاقه في الصفقات وحط فيهم مع المرضود المالي الفريق كورت القدم صفقات الأهلي اللي استفاد بيها سواء اللعيبة اللي كانت معارة قبل كده أو سواء اللعيبة اللي تم بحة السندي عندك شريف خرج وعندك حمدي فتحي خرج فبالتالي كان فيه حصيلة كبيرة جدا فبالتالي الأهلي في الأول والآخر ما تكلفش كتير في المركات والحالي ويمكن يكون أقل للأندية من حيث طبعا للأندية حقق ألقاب في النهاية ما فيش حد ممكن بالذات مع الأهلي إن لم يكن الوحيد هو النادي الأهلي لحد ممكن يقول له أو يوجه إدارته إيه الصحة وإيه الغلط محدش يملك هذا الحق محدش يقدر يتكلم في ده لأنه الأهلي هو الوحيد صحة بالإنجاز يعني الأهلي هو الوحيد اللي بيحقق ألقاب بيحقق أهداف بيوصل بيخرج بموسم نجح على كل المستويات فبالتالي لو أنت عندك السؤال ده محتاج أو مزنوء أو يتوجهه عندك أندية كتير جدا توجه السؤال ده لها فآخر القائمة فيهم النادي الأهلي لأن النادي الأهلي بيحقق أهداف وألقاب وبطولات ونجاحات ما فيش حد مش يقدر يحققها ما فيش حد بيحقق منها حتى جزء بسيط جدا